أكد البرلمان العربي دعمه ومساندته لشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات التي تمارسها سلطة الاحتلال ضد شعب الفلسطيني وحذر البرلمان العربي من استمرار سلطة الاحتلال في سياسة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والتوسع في بناء المستوطنات واعتبر أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة لأول مرة في الأمم المتحدة لإحياء ذكرى الخامسة والسبعين للنجبة اعتبره انتصار لدولة فلسطين واعتبره كذلك اعتراف بالنجبة الفلسطينية التي تشير إلى مأساة الفلسطينيين والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ضدهم